اشتركوا في القناة طالعوا في المدى محاولاتهم لمشاركة الحجد في التصويت الخاص وتزوير النتائج في نينو ما يتصفح في الزمان البرزاني يشدد على وحدة الصف ويتوقع مرحلة صعبة بعد الانتخابات نقرأ في العرب الجديد العراق تحالف الفتحية تجهه إلى تبني مشروع المالكي لحكومة الأغلبية السياسية طواف العرب اللندنية تغير لمصلحة حزب الله في مجلس النواب يهدد عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة اللبنانية القدس العربي نشرت تحت عنوان انتخابات تونس النهضة يفوز متقدما على نداء ونطالع أخيرا وليساخنا في الحياة روحان يحذر طرامب من ندم تاريخي ونتنياهو يجب لجم إيران عاجلا أهلا بكم لا شك أن الانتخابات العراقية تشكل فرصة مؤتية لصناعة يافطات وإعلانات الدعاية للمرشحين والقواء وللمطابع لكي تعمل بأقصى طاقة ولإعلانات التلفزيون التي يترواح دورها بين تقديم الخدمة الإعلانية وإيصال الدعم المالي للمحطات لضمان استمرار للولاء طلعة رميح يرى في موقع الهيئة نت أن هذه الانتخابات هي إعادة تغليف البضاعة القديمة الفاسدة وإعادة عرضها في الأسواق من يتابع الكتاب والمحللين لا يجد لدى أي منهم إلا متابعة مكررة لحالة الانتخابات الماضية وتشديدا على أن لا شيء تغير لا على صعيد الشعارات ولا على صعيد المرشحين وأن لا جديد حتى على صعيد العوبة الاتهامة الإيرانية الأمريكية بالتدخل في الانتخابات وأخيرها تصريحاته وزير الدفاع الأمريكي الذي قال إن إيران تتلعب بالانتخابات العراقية وإنها تحاول التأثير باستخدام المال في الانتخابات للتأثير على المرشحين والأصوات إذ يرى كثيرون أنها صدى لتصريحات إيرانية عن التلاعب الأمريكي بالانتخابات وهو ما دفع البعض للقول إن العراق يشهد مجددا لعبة إعادة الاعتبار لعلاقات سبق نسجها بين محتلاء العراق وواقع الحال أن لا جديد في الانتخابات الجارية في العراق سوى أن القديمة يجرى تلميعه وإعادة تقديمه في أكياس جديدة جرى تغليفها وكتابة شعارات ورسم علامات أخرى عليها وهكذا بعد فتح الصناديق ومراجعة البضاعة بعد انتهاء العد والفرز سيجد الجمهور العراقي أن ما بيده هو نفس البضاعة القديمة وربما يجد نفس العلامات والشعارات القديمة لا تزال بأكياسها القديمة إذ لم يجري الاهتمام إلا بتغيير الأكياس الخارجية الكاتب يقول أنه بحكم الطبيعة الخاصة لاحتلال العراق إذ يشهد العراق احتلالين أحدهم أمريكي والآخر إيراني فلمثل تلك الانتخابات دور في عادة تسكين أنصبة كلا المحتلين ومراجعة ما حقق كل منهما سواء مع الآخر أو على حساب هنا تأتي مخاطر تلك الانتخابات التي ستمكن من تسكين ميليشيات القتل الطائفي والتدمير المدنية في مواقع السلطتين التشريعية والتنفيذية لم يسبق لدورات الانتخابية السابقا شهدت مظاهر وظاهرات برامج وشعارات ووجوها المواشكالا لم يألفها جمعا بل لا أحد يعرف تأريخها السياسي والاجتماعي ولا ملامح عن حضورها في المشهد السياسي الوطني أو انتماءاتها الحزبية وقد لا يستطيع أصحابها إذا ما سئلوا استرجاع بعض من تأريخ العراق ومراحل تطوره أو حتى جانب مضيء حتى من هذا التأريخ علي عبدالخالق يقول في صحيفة المدى إنه امتياز لهذه الدورة أن تقدم ما يشبه الحفلة التنكرية حيث معظم المرشحين يضعون أقنعة رخيصة تخفي كل ملمح يشي بحقيقتهم وما يمثلونه لقد انقلبت القوائم الانتخابية على العقيدة الراصخة لأحزابها وحركاتها التي باتت تدعي كما لو أنها تخلت عن مسلماتها ومسمياتها الدينية المذهبية وفي فيض اللافتات الدعائية المتزاحمة على ابتداد البصر في الشوارع والميادين وجدران المباني وأعمدة الكهرباء والأرصفة تضيع الوجوه وتختفي الملامح والهويات وتدخل في دورة يومية من التمزيق وتشويه الوجوه لتعمل ماكنة دعاية في ترميمها وإعادتها وحبر طبعتها لم يجف بعد إن أخطر ما تفرزه الدورة الانتخابية الجديدة بسبب فساد الطبقة السياسية وتوروطها في حماية الفاسدين والامتناع عن اتخاذ أي إجراء جدي لملاحقتهم يتمثل في تجرؤ رموز الفساد والقتل على الهوية على الإفراط المباشر في الترشح بقوائم مستقلة أو التسلل إلى القوائم التي ترفع في واجهتها شعارات التصدي للفساد المرشحون الجدد منهم أصحاب مصارف تدور حولهم شخصيا شبهات تهريب الأموال وتزوير مستندات تحويلها والعبث باقتصاد البلاد باتوا يطمحون للانتقال من مرحلة توكيل ممثلين عنهم بالإنابة في البرلمان والحكومة وأجهزة الدولة الحساسة إلى الدخول المباشر فيها وهو ما يؤمن لهم الحصانة الدستورية الكاتب يدعو العراقين لتفكر في مشهد لأحد مهربي المليارات من الدولارات من الآتين من العدم وهو يتنقل من قناة إلى أخرى وتبدو عليه مظاهر الزمد والنزاهة والورع والمرضومية فهو كما قال مقدم برنامج تلفزيوني إنه الآن مدني بامتياز أليس من أضعف الإيمان لقول السلام والرحمة على ما تبقى من إمكانية إصلاحاً للدولة وإعادة بنائها وتصدي لظاهرة الفساد وتصفية جذوره وأثامه العراق برمته كان ينتظر رسالة المرجع الديني على السستاني في شأن الاستحقاق الانتخابي في الثاني عشر من الشهر الجهل السستاني لاسى الولي الفقه وعلى رغم ذلك كان انتظار رسالته نفصلاً انتخابياً رئيساً ومهماً بالنسبة لكل الجماعات العراقية حازم الأمين يرى في صحيفة الحياة أن رسالة السستاني في شأن الانتخابات لم تحمل جديداً وهو الأخير هاجم الفساد والفاسدين ودع العراقيين إلى عدم انتخاب من اختبروا فسادهم قصود نور المالكي اعتبروا هذا الكلام موجهاً ضده وهو اعتبر نفسه غير معني به ورحب بالرسالة رئيس الحكومة حيدر العبادي من جانبه رحب بها أيضاً على رغم حيادها تجاهها كان انتظار الرسالة مؤشراً يثوق الرسالة أهمية ذاك أن الانتظار كشف عن أن المرجعية القول الأخير في المحطات الرئيسة وهذا افتراض إذا ما صح فهو يعني أن ولاية فقيه عراقية تلوح في أفق ذلك البلد وعلينا هنا أن نستعيد حقيقة أن قرار إنشاء الحجد الشعبي اتخذته المرجعية عبر قرار الجهاد الكفائي والحجد اليوم هو المؤسسة شبه الرسمية والممولة من الحكومة والتي ينضوي في صفوفها مئات الآلاف من المقاتلين وترشح عشرات من وجوهها إلى الانتخابات وهم اليوم ينافسون السياسيين في مختلف الدوائر الانتخابية وهم مولون من الحكومة والمرجعية لم تعلن قراراً بحل الحجد على رغم انتهاء المهمة السستاني ولي فقيه عراقي ثم تفروق بين الولاياتين الإيرانية والعراقية لكن أوجه الشبه كثيرة أيضاً موقع المرجعين الوليين من المحطات السياسية شديدة التشابه وحين نراجع مثلاً رسائل خامنئ في المحطات الانتخابية الإيرانية فسنجد شبهاً كبيراً في الحياد والحديث العام عن الفساد وتجنب الإفصاح عن الجهة التي يرغب المرجع في دعمها ثم أن الحرس الثوري بصفته أداة الولي الفقيه يمكن أيضاً أن يذكرنا بالحجد بصفته ثمرة فتوى المرجعية العراقية الكاتب يشير لنا عدداً من المعلقين والسياسيين أطلقوا على رسالة السستاني الأخيرة عبارة الولايات المدنية في إشارة إلى رغبة إعراقية بالتمايز عن ولاية الفقيه الإيرانية لكن هذه الرغبة لا تكفي لإلغاء خطوات ثقارب كبرى بين الجماعتين بحيث صارت الفوارق الشكلية فالفارق التأيخي بين المرجع والولي يضعف يوماً بعد يوم المرجعية بهذا المعنى مرغمة على أن تكون ولاية طالما أنها الولاية الفعلية وطالما أن السياسيين وأحزابهم وخصومهم سيلجأون إليها كلما حانت ساعة ضيق نقلت صحيفة التليغراف البريطانية مشاهدات وآراء من مدينة المعوصل في موسم الانتخابات البرلمانية وقالت إن شبح تنظيم الدولة يطوف فوق المدينة في هذا التوقيت المهم ونشرت الصحيفة تقريراً كتبته جوزيا يانسور من مدينة المعوصل قالت إن المدينة اكتست بالمتصقات وهي تستعد للانتخابات ولكن نصف المدينة الغربي القديم تحول إلى أنقاض بعد معارك شريسة وحرب مدمرة بين القوات العراقية وتنظيم الدولة ولا تزال عمليات إعادة العمار لم تبدأ بعد على الرغم من انقضاء أكثر من تسعة شهور منذ استعادة القوات العراقية الموصل من تنظيم الدولة فإن التنظيم سيكون في أذهان الموصليين وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع السبت المقبل ووسط هذا الدمار يستهجن السكان الجو على انفاق ببذخ على الدعاية الانتخابية من قبل البعض إذ يقول بعض المرشحين إنهم أنفقوا أكثر من 15 ألف دولار على حملاتهم ويخوض المنافسة على 34 مقعدا لمحافظة نينوة التي مركزها الموصل نحو تسعمائة وسبعة مرشحين ويقول المواطن المصلي عوف لو أعطوا 15 ألف دولار لتسعمائة عائلة في المدينة القديمة لكان معظمها بني من جديد ويقول المواطن آخر اسمه عبد الرحمن وهو يمزق منشورا دعائيا لأحد المرشحين هؤلاء السياسيون يمرون علينا ويقولون إنهم سيساعدوننا لكننا لم نرى أي شيء وتقول إن العراقيين السنة فقدوا الثقة في الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين وبدأت منذ ذلك الحين الحياة السياسية تنحدر إلى الطائفية وعبر الكثيرون منهم عن ضجارهم من الطائفية والولاءات القبلية التي يستعملها السياسيون للبقاء في السلطة وتحتات المصحيفة تقريرها بالقول إن بعض الموصلين رون أن زيادة رئيس الحكومة حيث العباد المدينة مرتين فقطتنا لعملية العسكرية التي استمرت تسعة أشهر هي موشر على عدم اكترافه بالمدينة ويعدونه إلى جانب الميليشيات الشيائية التي دعمت القوات العراقية مسؤولاً هو أيضاً عن دمار المدينة يتعرض النفوذ الإيراني في القارة الإفريقية لتراجع ملحوظ خلال الفترات الأخيرة إذ أن الواضح أن الأفارقة باتوا يدركون جيداً التداخل بين الجانبين السياسي والديني في العلاقات الدبلوماسية مع طهران واستحالة الفصل بين الاثنين في مسلسل التعاون الذي عملت إيران على نسجه مع عدد كبير من الدول الإفريقية خلال العقود الثلاثة الماضية هذا ما أشار إليه إدريس الكمبوري في مقاله الذي نشرته صحيفة العرب اللندنية تحت عنوان أصابع إيران في أفريقيا إيران جعلت من القارة الأفريقية منذ وقت مبكر واجهة خلفية للتحرك الدبلوماسي والاقتصادي في مواجهة الحصار الدولي والعزلة الإقليمية وضلعاً أساسياً في الهلاج الشيعي الذي كشفه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عام 2004 قبل ثلاث سنوات استغلت إيران الرفع الجزئي للعقوبات الدولية في أعقاب الاتفاق النووي من أجل تدشين مرحلة هجوم دبلوماسي قوي في القارة السمراء إيران لا تلعب في المسرح الأفريقي تحت الأضواء في جميع المحطات فهي توسعت عبر منظمات حكومية وغير حكومية وخبراء إيرانيين في شبكة يطلق عليها شبكة الأعمال الإيرانية مهمتها التخطيط السري للتغلغل في البلدان الأفريقية والإشراف على الصفقات وتعبيد الطريق أمام المسؤولين الإيرانيين الذين يجيء دورهم بعد ذلك لاتخاذ قرارات علنية مشتركة أو توقيع اتفاقيات مع حكومات أفريقية إيران تعمل على نشر التشيع في البلدان الأفريقية تحت غطاء التعاون في المجالين العلمي والثقافي لكن ذلك لا يمثل سوى الجانب الخفي من الاستراتيجية الإيرانية فإلى جانب هذا الهدف يقف الهدف السياسي كمشروع بعيد المدى بحيث يتخذ التشيع ذريعة للتدخل السياسي وبحسب الكاتفة إن الحكومات الأفريقية أصبحت تدرك جيدا نوايا الحضور الإيرانية في القارة بعد أن تبين أن وراء التعاون الاقتصادي والبحثات الدبلوماسية مشروعات يتم طبقها في طهران فمنذ مرحلة الربيع العربي مثلا وانكشاف الأدوار الإيرانية الكفية في عدد من المناطق في العالم العربي لم تعد ورقة التعاون والتقارب الدبلوماسي قادرة على الإقناع قال الكورنال الأمريكي المتقاعد والمحاضر في كولية إلويت بجامعة جورج واشنطن غاري إدرسون إن إيران تواصل لعبتها الخطيرة في المنطقة على الرغم من التهديدات المتزايدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكد إدرسون في مقال لها نشرته صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أن طهران تصر على مغامرات إجنبية تنطوي على مخاطر متزايدة في حين يتراكم الاستياء في الداخل حيث وصلت تيمة الريال الإيراني إلى أدنى مستوى لمقابلة الأرض الكاتب أشار إلى وجود اضطرابات كبيرة داخل العديد من الأرقيات والأقليات الدينية بسبب نقص المياه مما دفع السكان في تلك المقاطعات إلى الخروج في تظاهرات يومية وهذه الأجواء قريبة من الأجواء التي ولدت من رحمها الثورات في البلدان المجاورة الآن يدعي الإسرائيليون وفق الكاتب أن لديهم دليلا على الازدواجية الإيرانية في إخفاء الطموحات النووية عن بقية العالم ومن المحتمل أن يضيف هذا الكشف المزيد من الوقود إلى إدارة ترامب التي ترى أن الاتفاق النووي مع إيران معيب للغاية وعلى الرغم من كل تلك المشاكل الداخلية التي تعانيها إيران فإن المحافظين فيها يصرعون على مواصلة أنشطتهم وتغذية الصراعات في كل من سوريا ولبنان واليمن إنهم يلعبون لعبة خطيرة للغاية بحسب الكاتب ويتابع الكاتب القول لقد شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على مواقع تابعة للقوات الإيرانية في سوريا ما أدى إلى مقتل عدد من العسكريين الإيرانيين ومن المرجح أن تؤدي هذه الضربات إلى ردة فعل إيرانية قد تدفع مقابل ذلك إسرائيل إلى الرد بقوة على إيران وحتى التوغل داخل الأراضي السورية الكاتب يضيف أن القادة الإيراني لا يبدو أنهم مدركون لمخاطر هذه اللعبة فمئات الأميال تفصل إيران عن سوريا والعديد من الطرق والممرات التي تسلكها القوة الإيرانية تعتبر هدافا سهلة لقائران لسائري ومن ثم فإن ذلاع مثل هذا الصراع سيهيد طهران إلى مربعها الأول إذا استطعت إسرائيل إثبات وجود برنامج نووي إيراني سري فإن على أمريكا أن تزيد من عقوباتها على إيران لتصل رسالة واضحة إلى المحافظين في طهران بأنه لن يكون بإمكانهم التحول إلى قوة عظمى في الشرق الأوسط على حد تعبيرها ترجمة نانسي قنقر هناك من يمزج الجدة بالمزاح تأخر إقلاع طائرة تابعة لشركة لايون آير الاندونيوسية أثناء رحلة داخلية لأكثر من ساعة بسبب مسح أطلقتها مسافرة بعد صعودها على متن الطائر وقال موقع الجزيرة نيت إن سيدة رمزت لها بحرفين س تي أخبرت ضابطا في المقصورة بأنها تحمل قنبلة في الحقيبة بعد أن أوشكت على وضع حقيبتها على أحد الرفوف الموجودة بالطائرة ثم قالت الراكبة لاحقا إنها كانت تمزح فحسب إلا أن المسح تعدت إلى قيام أفراد الأمن في المطار بعادة فحص الطائرة للتأكد من عدم وجود أي قنابل على متنها حيث قاموا بتفتيش مئتين وسبعة ركاب وحقائبهم أيضا بالإضافة إلى البضائع دون أن يعثروا على أي قنابل أو أي جسم مشتبه به وفي النهاية تم السماح للطائرة بالإقلاع في السادسة وخمس وخمسين دقيقة بتوقيت المحلي بعد تأخرها لمدة ساعة وعشرين دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي متابع متاع مع الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر